نعم صحيح وصلت قبل دقيقة من الآن كما ترون خلفي بعدسة العربية الطائرة الإغاثية الجسر الجوي السعودي الذي يحمل أطنانا من المساعدات الإغاثية والإيوائية والطبية في الدرجة الأولى نحن هنا في مطار بيروت الدولي وكان في استقبال هذه الطائرة وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام والأمين العام للهيئة الأولية للإغاثة اللواء خير وأيضا النائب ناصر ياسين رئيس اللجنة الطوارئ الحكومية إذن الطائرة حطت قبل قليل كما ترون الآن في مطار رفيق الحريري الدولي وتتجهز لتفريغ هذه الحمولة كما ذكرت عشرات الأطنان من المساعدات 46 حاوية من مختلف الأنواع حملوا بشكل خاص الخيم ونحن على أبواب فصل الشتاء وأيضا في البطانيات والكثير من المواد الغذائية لأن كما تعلمون هذه الحرب تنحكس فقدانا بالمواد الأولية وخاصة أن لبنان يستورد الكثير منها نرى الآن على ما أعتقد السفير السعودي وليد البخاري نزل في هذه الأثناء من الطائرة نعم هذه العملية ستحتاج بمطلق الأحوال لكثير من الوقت لتكفريغ هذه الحمولة الكبيرة تمهيدا لتوزيعها على مراكز الإواء والتي وصلت بلبنان إلى أكثر من ألف مركز معظمها وصل أيضا إلى قدرته الاستعابية القصوى التركيز في هذه المرحلة على إيصال هذه المساعدات إلى الأكثر حاجة وبالتالي 180 ألف نازح الذين يقتنون في هذه المراكز علما أن هذه الحرب أدت إلى نزوح لم يسبق له مسيل في تاريخ لبنان نتحدث عن أكثر من مليون وثلاثمائة ألف لبناني وفق الأحصاءات الأخيرة نعم هي طائرة أولى إذن من هذا الجسر السعودي لإغاثة لبنان بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده أيضا المعلومات تشير على أنه ستتبع هذه الطائرة الأولى طائرات أخرى أيضا من المساعدات إلى لبنان ماذا لديك من معلومات حول الجسر الجوي السعودي؟ صحيح بحسب ما علمنا يستمر هذا الجسر على مدى عشرة أيام على أن تصل طائرة كل يوم يعني هذه هي الطائرة الأولى نتوقع تسع طائرات أخرى طبعا هنا يشرف مركز الملك سلمان للإغاثة وبتعاون مع السفارة السعودية في بيروت وتنصيق مع الحكومة اللبنانية على توزيع هذه المساعدات طبعا يعني وثق توجيهات تبدأ من الأكثر حاجة في ظل هذه الأزمة الملحة نعم طيب ريني ذكرتي قبل قليل على ما يبدو أن الوفد الذي كان على متن الطائرة السعودية الأولى لإغاثة لبنان الآن قد نزل من الطائرة تمهيدا لتفريغ حمولة هذه الطائرة من المساعدات ماذا نعرف عن الوفد المرافق ذكرتي قبل قليل أن السفير السعودي من ضمنه ماذا نعرف أيضا عن الوفد الذي حط في مطار رفق الحريري الدولي نعم يعني السفير السعودي يتقدم هذا الوفد وبينهم يعني عدد من العاملين في المركز سلمان للإغاثة بعضهم أيضا من المتعاونين في بيروت أيضا لتنظيم هذه الأمور لأن التنصيق وكما ذكرت سيحصل مع مركز الملك سلمان في بيروت وأيضا مع الحكومة اللبنانية لضمان توزيع هذه المساعدات بطريقة شفافة ويعني ضرورة الرقابة في هذه المرحلة لأن تصل هذه المساعدات إلى الأكثر حاجة صحيح وكما ذكرت وزير الاقتصاد اللبناني نشاهده الآن هو في استقبال هذا الوفد ضمن الطائرة السعودية الأولى صحيح ورئيس لجنة الطوارئ النيابية أيضا ناصر ياسين هم يتوجهون في هذه الأثناء إلى صالون الشرف نعم نعم إذن رصدنا معك رينا على المباشر إذن وصول أولى طائرات الجسر الجوي السعودي لإغاثة الشعب اللبناني في ظل هذه الحرب غير المسبوقة وإذن كما ذكرت هو جسر جوي من مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية وصول الوفد في استقباله ووفد رسمي إذن لبناني فيه وزير الاقتصاد ووزير البيئة أيضا وعدد آخر من المسؤولين ترجمة نانسي قنقر